موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 6 لسن 1 اليونت السادس الدرس الأول عنوان الدرس in the capital city في العاصمة موجودة في صفحة 74 من كتاب الطالب صفحة 72 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسم الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات حلقات دورة الخامس الابتدائي أبر بيجنا على الفيسبوك الاسم الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية التي تقدرون تلقون من خلال هذا المعرض صفحة 74 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة listen look and say استمع انظر وقل أو ردد هنا أنا منطيني مجموعة من الصور لمجموعة من المحلات يطلب من عندي أن نستمل المقطع الصوتي أنظر إلى الصورة أثناء تشغيل المقطع الصوتي وأردد الكلمة اللي قولها بأي المقطع الصوتي إذن رح نستمل مقطع الصوتي انتبعوا إياه نتبع صورة بصورة نتعرف على كل محل شن اسمه باللغة الإنجليزية بعدها رح نعرف شن المطلوب حفظه من هذا النشاط إذن نستمل مقطع الصوتي وبعدها نعرف شن المطلوب حفظه من هذا النشاط Track 76 Unit 6 Lesson 1 Listen Look and Say 1 1. Bakery 2. Toy Shop 3. Pharmacy 4. Bank 5. Fruit and Vegetable Stall 6. Butchers 7. Clothes Shop 8. Shoe Shop 8. Wheres the Clothes Shop 9. Wheres the Clothes Shop 8. المفروض يقول الصورة الفلانية هي صورة The Clothes Shop هي صورة محل الملابس 5. فيا الصورة هي صورة محل الملابس 6. فالتلميذي جاوب يقول 7. الصورة السابعة طابقة الكلمات بأسماء المحلات 6. السادة رح يسلم مرة أخرى 7. Where is the Putters 8. أين القصاب 8. فالتلميذي يحاول يشوف صورة القصاب 8. الصورة السادسة 8. فالتلميذي يحاول يشوف صورة القصاب 9. الصورة السادسة 9. Where is the shoe shop 9. أين محل الأحذية 9. فكذلك التلميذي يحاول يشوف محل الأحذية 10. الصورة 8. Where is the Pharmacy 9. أين الصيدلية 10. الصورة الثالثة 10. Where is the fruit and vegetable stall 11. أين كشك الفواكه والخضروات 11. الصورة الخامسة 11. Where is the bank 12. أين المصرف أو البنك 12. الصورة الرابعة 12. Where is the toy shop 13. أين محل الأحذية 14. أين محل الأحذية 14. أين محل الأحذية 15. أين محل الأحذية 15. أين الخباز 15. أين محل الأحذية 16. بعد ما استمعنا المقطع الصوتي 16. أعرفنا أسماء المحلات 16. وصلنا الكلمات بالصور المناسبة 16. بقى عندي فقط أعرف 16. أين مطلوب حفظه 17. من هذا النشاط 17. هذين الكلمات 17. كلمات المحلات 18. لحفظ إملاء 18. ومعاني 18. في هذا الدرس 19. يجب حفظ كلمات المحلات 19. ومعاني 19. كما وضحنا 20. سابقة 20. إنه إذا الكلمة 21. طلب من عندني 21. أحفظ إملاءها 21. من الممكن 21. يجيب لي 22. يجيب لي 22. أحفظ حروف ناقصة 22. أو حروف مبعثرة 23. أو يجيب لي 24. صورة المحل 24. ويطلب من عندني 24. يكتب اسمها 25. أو 25. قد يجيب لي 25. بصيغة جديدة 26. كما في تمرين أي 26. بكتاب النشاط 27. اللي رح نحلها 28. بعد دقائق 28. صيغة جديدة 28. بسؤال الإملاء 29. اللي هي 29. يقسم الكلمة 29. ويطلب من عندني 29. نوصل 30. جزء الأول 30. بالجزء الثاني 30. مثل ما 30. ما رح نجي نوضح 30. بكتاب النشاط 31. إذن يجب حفظ الكلمات 31. الخاصة بالمحلات 31. املاءوا معاني 32. وهيكا التالي 32. بيكري 33. معناها المخبز 33. بيكر خباز 34. بيكري 34. المخبز 34. توي شوب 35. محل العاب 35. فارماسي 36. الصيدلية 36. بانك 36. المصرف 37. المصرف 37. المصرف 37. المصرف 37. المصرف 38. المصرف 38. المصرف 38. المصرف 38. المصرف 38. المصرف 39. المصرف 39. المصرف 39. المصرف 39. المصرف 40. المصرف 40. المصرف 40. المصرف 40. المصرف 40. المصرف 40. المصرف 41. المصرف 41. المصرف 42. المصرف 42. المصرف 42. المصرف 43. المصرف 43. المصرف 43. المصرف 43. المصرف 44. المصرف 44. المصرف 44. المصرف 44. المصرف بيها بالامتحان مثلا يقول لي من أين تحصل على اللحم فأنا إذا ما حافظ معاني أسماء المحلات ما أقدر أجاوب هذا النوع من رسلة أنا أعرف أن اللحم نشتري من القصاب قصاب شنو لازم أعرف أن القصاب هو القصاب سؤال آخر قد هذه الأسئلة الأستاذ يسألها بداخل الصف كتحضير يومي يقول من أين تحصل على الخبز أو من أين تشتر الخبز فالتلميذ لازم يعرف الخبز نشتريه من الخباز من أين تحصل على المال من البنك أو المصرف من المصرف إذن هذه الأسئلة أسئلة شفوية مهمة وكذلك تحريرية رح نعرف شو نتيجينا بالامتحان التحريري بالدقائق القادمة إن شاء الله لما ننحل كتاب النشاط إذن هذه الأسئلة حاول نحفظها كل شيء من هاي الأشياء من نشتريها من يا محل الميت اللحل البريد الخبز المني المال إلى آخره ننتقل للنشاط الآخر write the words under the pictures أكتب هذه الكلمات تحت الصور منطيني مخطط لمجموعة من البنايات وياها اسم مثلاً هذه البناية مقابل هذه البناية هذه البناية بجانب هذه البناية هذا الكرسي بين العمودين وهذه البناية خلف هذه البناية منطيني كلمات كلمات behind معناها خلف next to معناها بجانب opposite معناها مقابل between معناها بين فأوصل الكلمات بالفراغات المناسبة إلها بالمخطط يعني مثلاً هذه البناية مقابل هذه البناية شن الكلمة التي تناسبها أكيد كلمة opposite معناها مقابل هذه البناية بجانب هذه البناية شن الكلمة التي تناسبها كلمة next to معناها بجانب وهذا الكرسي بين عمودين شن الكلمة المناسبة إلها كلمة between هذه البناية خلف هذه البناية اللي تناسبها كلمة behind اللي معناها خلف هذان كلمات احاول احفظ معانيها لان مهمات جدا بالامتحان الشفوي وليس الامتحان التحريري اصلا رح نجي نعرف شون تجينا بالامتحان الشفوي شون الاستاذ رح يسعرنا بيها وشون نقدر نجاوب عنها نحاول نحفظهم opposite معناها مقابل next to معناها بجانب between معناها بينه وبهيند معناها خلف ننتقل الى النشاط الاخر listen and say which shop استمع وقل اي المحلات منطين هنا صورة لشارعين blue street الشارع الازرق red street الشارع الاحمر green street الشارع الاخضر ومنطين مجموعة من البنايات toy shop محل الالعاب bank المصرف pharmacy الصيدلية mosque الجامع park المتنزة school المدرسة butcher's القصاب fruit and vegetable stalls كشك الفواكه والخضروات bakery المخبز shoe shop محل الاحذية والclothes shop محل الملابس فهنانا يطلب من عندي نستمع المقطع الصوتي واردد اسماء المحلات مثلا بالمقطع الصوتي راح يقول it's on the blue street انه على الشارع الازرق behind the park خلف المتنزة شنوه البناية اللي تناسب هذا الوصف اقول the school مثلا قد يقول حزورة ثانية او لغس ثاني it's on the green street على الشارع الاخضر opposite the bank مقابل البنك which shop او which building يا محل او يا بناية اكيد الشو شوب وهكذا اذا هو عبارة عن نشاط صفي يستمع من خلال التلميذة للمقطع الصوتي ويحزر يحزر البناية اللي يقصدها بالمقطع الصوتي راح نستمع للمقطع الصوتي وبعدها راح نعرف شون راح يتم السؤال عن هذا النشاط بداخل الصف كتحضير يومي نستمع المقطع الصوتي وبعدها ننتقل للنشاط track 77 unit 6 lesson 1 listen and say which shop one it's on blue street behind the park 2 it's on green street opposite the bakery 3 it's on green street between the toy shop and the pharmacy 4 it's on green street next to the bank 5 it's on green street 5 it's on green street between the toy shop and the pharmacy and the pharmacy and the pharmacy 5 it's on green street إنه على الشارع الأحمر مقابل كشك الفواكه والخضروات هذا كشك الفواكه والخضروات وهذا الشارع الأحمر إذن هو مقابلة شنوى؟ القصاب أو قد يسأل الأستاذ سؤال من نوع آخر أو بصيقة أخرى مثلا يقول أين المصرف أو البنك؟ فالتلميذي حاول يجعب أما يقول مثلا بين محل الألعاب والصيدلية أو يقول إنه على الشارع الأخضر مقابل محل الأحذية وهكذا مثلا يسأل سؤال ثاني يقول أين محل الملابس؟ فالتلميذي حاول يجاوب باستخدام الكلمات اللي أخذناها قبل دقائق مثلا يقول إنه مقابل الصيدلية على الشارع الأخضر بجانب محل الأحذية إلى آخره إذن هو عبارة عن نشاط صفي الأسئلة اللي يسألها الأستاذ أسئلة شفوية والتلميذ من خلال الصورة يحدد مكان البناية من خلال الكلمات اللي أخذناها قبل دقيقة اللي هي كلمات between معناها بين opposite معناها مقابل behind معناها خلف next to معناها بجانب إذن هو عبارة عن نشاط صفي أسئلة الشفوية مهمة من ممكن أن الأستاذ يسألها كتحضير يومي ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين أي find and write the names of the shops جد واكتب أسماء المحلات هنا أنا منطيني أنصاف كلمات كل كلمة قسمها إلى نصفين نصف باللون الرصاصي ونصف باللون الأبيض النصف اللي باللون الرصاصي هي النصف الأول من الكلمة واللي باللون الأبيض هو النصف الثاني من الكلمة يقول لك اجمع لي نصف أول ونصف ثاني من الكلمة وسوي لي كلمة مناسبة شون يعني؟ منطيني مثال هو هذا من الحروف الثلاثة B A K شيني ناسبها على موضة السويلي كلمة فهو من طيني مثال كاتب لبيكاري اجمعها مع النصف الثاني من الكلمة سويلي بيكاري فكذلك انا احاول اجمع نصفين من الكلمات واحد رصاصي في بداية الكلمة والثاني ابيض واحاول اسوي كلمة مناسبة الطيني اسم محل مثلا هذه نهاية كلمة بوچارز فاحاول اجمعها مع النصف الثاني من الكلمة فالصير بوچارز そうيagapse تكون عندي كلمة بهذه الطريقة صارت قد كلمة butcher معناها القصاب بعد كلمة أخرى ولتكن كلمة far شن النهاية المناسبة لها هذه كلمة صيدلية pharmacy نهايتها a c y فأجمعها نصير قد كلمة pharmacy بعد هاي ال n k هي النصف الثاني من كلمة bank b a n k تصبح عند كلمة bank المصرف بعد shoe شو معناها حذاء النصف الثاني منها shop shoe shop معناها محل أحذية بعد قدي toy وحرفي ال s h هذي كلمة toy shop النصف الثاني هي ال op فصير toy shop محل الأحذية بعد كلمة claw شن النهاية مالتها clothes shop محل الملابس سويت كلمات باستخدام الحروف اللي منطينيها كل كلمة مقسمها إلى نصفين جمعت النصف الأول من الكلمة مع النصف الثاني المناسب إلها وسويت كلمات محلات مثل ما أخذنا ببداية الدرس هذا السؤال سؤال ملا مهم جدا بالامتحان التحريري من الممكن يجب ليها مثل ما هو بهاي الصيغة سويها على شكل حقل حقل a b أنصاف الكلمات وحقل b بالنصف الثاني من الكلمات الأولى يطلب من عندي النجمع وأسوي كلمات المحلات أحاول قدر المستطاع أحفظ ملاء المحلات أنا مد أقدر أجاوب هذا النوع من الأسئلة إذا جاءنا بالامتحان التحريري ننتقل إلى تمرين بي look read and write the names of the shops انظر اقرأ انظر إلى هذه الجمل اقرأها write the names of the shops اكتب أسماء المحلات قبل دقائق ذكرنا أنه يجب أن أحفظ معاني أسماء المحلات لأن راح تفيدني إذا جاب لي من المستحان التحريري طلب مثلا من عندي أني أوضح من أين أشتري اللحن فان إذا ما عرف أني اللحم أشتريه من القصاب والقصاب هو البوتشرز معناها أني ما أحافظه ما أقدر أجاب هذا النوع للأسرة فيجب أن أكون أحافظ معاني الكلمات فهنان هاي الصيغة اللي ممكن تجيني بها بالمتحان مثلا يقول لي اكتب أسماء المحلات أمام الأشياء اللي نشتريها من عدها مثلا number one get money نحصل على المال من أين نحصل على المال اذكر لي اسم البناية واسم المحل فأنا أعرف أني نحصل على المال من bank المصرب فأقول from the bank أو أكتب فقط bank number two get meat for lunch نحصل على اللحم من أين نحصل على اللحم من القصاب فأقول butchers أو from the butcher من القصاب number three buy a present for Dima شراء هدية لديما من أين نشتري الهدايا أكيد من محل للعاب فأقول from the toy shop محل للعاب number four buy cake for Dima's birthday party شراء شراء كيكا لحفل أي ميلاد ديما من أين نشتري الكيك من الخباز فأقول from the bakery number five look at new shoes for summer نبحث على الأحذية من أجل الصيف من أين نشتري الأحذية from the shoe shop من محل الأحذية number six buy fruit and vegetable من أين نشتري الفواكن والخضروات من كشك الفواكن والخضروات اللي هي fruit and vegetable stall هذا ما يخص تمرين فيه تمرين مهم جداً من الممكن أن يأتينا بالامتحان بسؤال المفردات مثلاً يقول لي اكتب أسماء المحلات أمام الجملة المناسبة كل شيء من أين نشتري فأنا لازم حافظ كل المحل شن اللي يبيعه فأكتب اسم المحل أمام الجملة المناسبة إلى ننتقل إلى تمرين C listen on tick استمع وضع صح the correct picture وضع صح على الصورة المناسبة اللي يقولها بالمقطع الصوتي شون يعني يعني مثلاً استمع المقطع الصوتي إذا قال مثلاً B is behind A B هو خلف A أوضع صح هنا إذا قال A is behind B A هو خلف B أوضع صح هنا ما يصر أوضع صح هنا إذا قال A behind B A خلف B لأن هنانا A opposite B الأي مقابل B فأفتهم اللي يقولها بالمقطع الصوتي هو أوضع صح على الخيار الصحيح اللي يناسب المقطع الصوتي إذا نروح تسمى المقطع الصوتي نحاول نوضع صح أمام الصورة المناسبة اللي يذكرها بالمقطع الصوتي وبعدها نرى شو المطلوب حفظه من هذا النشاط أمام الصوتي نرى شو المطلوب حفظه من هذا النشاط لو أمام الصحيح بالنقطة الأولى نمبر 1 قال A is behind B A هي خلف B ما قال B is behind A إذن وضعت صح أمام الصورة المناسبة نمبر 2 قال B between C and A حرف B بين حرفي C والA إذن وضعت صح هنا ما قال C is behind B and A حرف C بين الB والA هذه خاطئة نمبر 3 ذكر أن B opposite A B هي مقابل A إذن وضعت صح أمام الصور اللي ذكرهن بالمقطع الصوتي بعدها بتمرين D مكتوب write sentences about the other pictures أكتب جمل عن الصور الأخرى يعني ما وضعت صح هنا أكتب لي فد وصف للصورة الأولى فمثلا هنا قال لي نمبر 1 بالصورة الأولى B is تكون حرف B شنو بالنسبة الحرف A أقول B is behind A حرف الB هو خلف حرف A فأقول B is behind A نمبر 2 ثانية بالصورة الثانية يقول لي C حرف C شنو بالنسبة A و B أقول C is between B and A حرف C بين حرفي A والB نمبر 3 A حرف A شنو بالنسبة لـ B بجانب حرف B هذا ما يخص هذا النشاط هذين عبارة عن أنشطة صفية تدربني أكثر على استخدامات الكلمات اللي أخذناها قبل دقائق المتعلقات بالأماكن behind معناها خلف between معناها بين next to معناها بجانب what is it معناها مقابل من الكلمات شفويا مهمة مهمة جدا بالامتحان الشفوي مثلا الأستاذ يعرض الصورة لمجموعة من المحلات ويسأل التلاميذ where is the bakery أين المخبز فالتلاميذ من خلال الصورة رح يجابون وإن شاء الله رح تلاقينا بالدروس القادمة استخدامات ال behind يطلون الصورة أكثر ويطلبون من أدنى أن نوضح مكان كل بناية أو كل محل من خلال الصورة باستخدام هذه الكلمات ننتقل إلى تمرين E what sound do you hear ما الصوت الذي تسمع listen and write the words in the correct list استمع ورتب الكلمات أو وضع الكلمات في الحقل المناسب هنا أنا منطيني حقليا حقل بصوت ال E مثل bakery ذاتلاحظون أني داع ألف الصوت ال E بينما الصوت الثاني هو صوت ال A مثل egg يقول لك اقرأ هذه الكلمات ووزعها بالحقول المناسبة حسب نطقك إلها مثلا كلمة bread bread معناها خبز ال E جنانا شون لفضته أو ال E A لفضته E لو A لفضته A فصار bread فأوضعها بالحقل الثاني bread الكلمة الثانية كلمة green green معناها أخضر حرفي ال E وال E الأخرى شون لفضتها لفضتها E لو A لفضتها E فأوضعها بالحقل الأول كلمة ice cream كذلك شون لفضتها لفضتها E وليس A فأوضعها بالحقل الأول كلمة me كذلك لفضتها E أوضعها بالحقل الأول كلمة next next لفضتها A مثل ما لفضت كلمة egg و bread فأوضعها بالحقل الثاني red كذلك أوضعها بالحقل الثاني street معناها شارع أوضعها بالحقل الأول لفضتها E وليس A كذلك كلمة team أوضعها بالحقل الأول لفضتها E vegetable معناها خضروات لفضتها A فأوضعها بالحقل الثاني كذلك كلمة help معناها مساعدة أوضعها بالحقل الثاني لأن لفضتها A هذا مجرد نشاط سماعي يطور عندي مهارة التلفظ تلفظ هذه الكلمات يريد يخلينا أميز بين الصوت الـ E وصوت الـ A هذا أن الصوت يجنى من حرف الـ E أو الـ E-A أو الـ E لكن بكل كلمة أنطقها بطريقة تختلف عن الثانية مرات ألفظها E ومرات ألفظها A E مثل green أو me والـ A مثل red وnext أو egg هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بين امتحان التحرير أو الامتحان الشفوي مجرد نشاط لتطوير مهارة التلفظ لبعض الكلمات لدى التلاميذ هذا كان درسنا هذا اليوم أخذنا بي كلمات جدا مهمة اللي هنا كلمات المحلات وذكرنا أنه ذلك كلمات يجب حفظها إملاء معاني إملاء من الممكن تجينا بالامتحان على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة أو يجب له صورة الكلمة ويطلب من عندنا نكتب اسم المحل أو بالصيغة الجديدة اللي أخذناها بتمرين A قاسم الكلمات إلى نصفين أوصل للنصف الأول بالنصف الثاني المناسب إلى وأكون أسماء المحلات أما كمعاني فعرفنا شون تجينا بالامتحان ذكرنا أنه يقول لنا الشيء اللي نشتريه من المحل ويطلب من أدنى أنه نذكر اسم المحل اللي نشتري منه هذا الشيء إذن يجب أن أعرف كل محل شيني يبيع وعرفنا شون تجينا بالامتحان كما في تمرين بي بكتاب النشاط بالإضافة إلى ذلك أخذنا الكلمات المتعلقة بوصف الأماكن اللي هي behind next between opposite وقلنا إذن كلمات مهمة بالامتحان الشفوي يعرض للاستاذ صورة ويطلب من عندي أني أوضح اسم محل معين من خلال هذه الصورة باستخدام هذه الكلمات كذلك أعرفنا الاستاذ شون يسن بداخل الصبكة تحضير يومي أو بالأسئلة الشفوية وشون نقدر نجاوب على الأسئلة المتعلقة بالامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجود أمامكم على الشاشة